ايه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد بلاله جيتاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك وكفتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فمرحبا مرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي ومرحبا بكم مرة اخرى مع كوكب تاني تعالوا اللي نروح ونزور كوكب محتاجين ان احنا نتحلى بالمعنى الجميل والخلق الجميل اللي فيه اكيد هنستفيد بيه بفضل الله وهنفيد كل اللي حوالينا وهننفع امتنا وبلدنا ودننا بهذا الخلق الجميل اللي ممكن نتحلى به ان شاء الله اللي لدي بعد منزور الكوكب دوت تعالوا بسرعة يلا نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نركب سفنت الفضاء ونطلع حالا لكوكب قد يستغرب بعض الناس لإسم هذا الكوكب اسمه كوكب الرجولة والرجولة زي ما بيقولوا الرجولة مواقف الرجولة مش قوة وعضلات وترابيس وحاجات زي كده الرجولة موقف الرجولة ايمان الرجولة قرب من ربنا الرجولة اتباع لنبينا الرجولة اخلاق هي دي معانا الرجولة الجميلة اللي احنا محتاجين نعلمها للكونة كله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القروب والأبصار هي دي الرجولة ان الانسان يكون عنده ايمان يكون عنده اخلاق يكون عنده موقف يكون انسان ايجابي ما هوش سلب ابدا يكون انسان خلوق يكون انسان متدين هي دي الرجولة اللي احنا محتاجينها تعالوا نشوف يعني سكان الكوكب الجميل دوت ونتعرف عليهم ونقرب منهم اكتر هؤلاء هم الرجال حقا بفضل الله سبحانه تعالى كان اول اسر في الكوكب الجميل دوت هو قصر ابي بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه تلميذ الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة زي ما قلنا يا جماعة الرجولة مواقف تعالوا نشوف مواقف حقيب جدا في بداية البعثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا لا اله الا الله تفلحه فيأبى اغلب الناس ويقوموا ويعادوا للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذوا النبي ويرموا سالة الجزور على ظهره ويرموا الطرف فقراصه ويتهموا صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام اتلم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يدفعوا النبي ده يدفعوا الدوة وده يدفعوا الدوة وإذا بأبي بكر الصديق محدش من الصحابة قدر يقرب من النبي مقدرش يقرب إلا أبو بكر الصديق راح داخل على المشركين وبدأ يضربهم ويشتتهم ويقولهم أتقطرون رجلا أي يقول ربي الله بيعايزين تقتلوا رجل بيقول ربي الله هو عمل جريم يا جماعة هو عمل أي زنب عمل أي معصية وبدأ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي بن أبي الطالب لما يذكر هذا الموقف كان يبكي بكاء شديدا ويقول ذاك رجل خير من مؤمن آل فرعون فهذا رجل كان يكتم إيمانه لو مؤمن آل فرعون أما أبو بكر فكان يعلن إيمانه رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف موقف تاني لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوضح لك قد إيه أن الرجولة مواقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما اشتد إيزاء المشركين على المسلمين أذن النبي للصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة اللي كان اسمها ياثر بسعيتها سبحان الله ثم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر بعد ذلك وراح كما عند البخاري رح لأبي بكر في وقت كده في نحر الظهيرة في وقت ما كانش بيزور في أبو بكر أبدا فأول ما شافه قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما جاء إلا لأمر أكيد في حاجة مهمة جدا فقال النبي لأبي بكر يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا أبا بكر وأعد أبو بكر راحلتين وتجهز وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي طرك عليه بن أبي طريب يا نم كان وخرج من بين أظهر المشركين وما حد شافه ويقرأ قول المولى عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يفسرون خرج النبي ويحط الطراب فقراص هؤلاء المشركين وصار مع أبي بكر إلى المدينة طبعا عملوا حيلة جميلة كده طلعوا في انتجاه المخالف للمدينة المنورة وراحوا الغار قعدوا فيه ثلاث يام ثم بعد ذلك بعد أن تأكدوا من انتهاء البحث اللي كان عاملينه كريش عشان يلاقوا النبي وأنهما صرفوا مكافأة أو قالوا فيه أعلانوا عن مكافأة ميت ناقل اللي يلاقي النبي وأبو بكر حيا أو ميتا ويقدروا بنا أنهما بعد ذلك يذهبوا إلى المدينة المشهد الجميلة جمعا أبو بكر ماشي قدام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة وإذا بالحبيب المصطفى يسألوا يقولوا يا أبا بكر يقولوا يا أبا بكر ما الذي حملك على ذلك تمشي أمامي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة فقال أبو بكر يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب كريش لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله فيسأله النبي ويقول له بكل وضوح يا أبا بكر لو كان شيء لو كان فيه أزم ضرب أو قتل أو تعزيب لو كان شيء يا أبا بكر اللي أحببت أن يكون بك دوني قال أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها ويمشي أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد دم يوصله للغار ويقول له انتظر يا رسول الله حتى أدخل الغار فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل أبا بكر ويمسح الغار فلاقي ما فيش أي حاجة في الغار إلا تلت شؤوء في الحائط فيشؤ التوب بتاعه نصين فيحط جزء في الحائط دو في الشق ده ويسد الشق التاني ويتبقى الثالث فينام على الأرض ويسده برجله ويقول له الآن ادخل يا رسول الله يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يدخل من شدة الإعياء والتعب نام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خده الشريف على فخذ أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وإذا بشيء يأتي من الجحر الثعبان أو عقرب ويلدغ أبا بكر فيجري السم في عروك أبا بكر ويبكي أبا بكر من شدة الألم فتنزل دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى فيستيقظ النبي يقول ما بك يا أبا بكر يقول لدغت يا رسول الله قال ولماذا لم تخبرني قال خشيت أن أوقذك يا رسول الله فيقوم النبي ويدفن على جرحه فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى أبا بكر دي مواقف لا تخطر على قلب بشر وهو ماشي ويجيب يلاقي رع غنم فيطلب منه لبن ويقول له انفض يديك من الضرع وانفض الضرع من التراب وأطلب منه أنه يعني يصف اللبن لحد اللبن صفي كده ما شاء الله وأخذ اللبن وكان النبي نائما في ظل الشجرة ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشرب يا رسول الله فشرب النبي اشرب يا رسول الله شرب النبي ثلاث مرات قال أبو بكر فشرب النبي وحتى ارتويت شوف اللفظ الجميل يقول النبي فضل يشرب ويشرب لحد أما أنا بنفس اللي حسيت بالري جوايا مفضل الله سبحانه وتعالى لا يمكن نلاقي حد في الدنيا ممكن يكون بيحب النبي قد حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في يوم غزوة بدل يا جماعة أرادوا أن يعملوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا رجلا واحدا يحرص العريش فلم يتقدم أي واحد من الصحابة إلا أبو بكر هو الوحيد اللي يوقف جنب عريش النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهر سيفه وأي واحد من المشركين يقرب كان أبو بكر فضل الله كان يتقدم ويقاتل هذا المشرك دفاعا عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف القصر اللي كان جنب قصر أبي بكر طبعا قصر عمر بن خطاب عمر بن خطاب اللي هو يعتبر من أقوى وأشجع يعني يعني يعتبر من أقوى الرجال اللي كانوا موجودين في كريش رضي الله عنه وأرضاه عمر بن خطاب اللي يوم ما هاجر كان هو أكتر واحد أعلن هجرته وراح عند حجر الكعبة ووجد المشركين وقد جلسوا أمام الحجر فقالا شاهت الوجوه من أراد أن ييتم ولده وأن تفكله أمه وأن طرمل زوجته فليلقى لي خلف هذا الوادي يقول روي فوالله ما تحرك رجل واحد أبدا إلا رجلا أراد أن يهاء يهاجر من مكة إلى المدينة في صحبة عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن خطاب اللي يكلمه وقف في غاية الرجولة وفي غاية الشهامة والنخوة عمر اللي يوقف للأمة بفضل الله سبحانه وتعالى منع الظلم منع الرشوة منع الجور منع أي شيء فيه أي انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى حافظ على الأمة في عام المجاعة لم يأكل أبدا ولم يفعل أي شيء يعني من دون الأمة بالعكس قال أجوع كما جاع ولا أشبع إلا إذا شبع المسلمون حتى كان يأكل الخبز والزيت رضي الله عنه وأرضاه حافظ على أموال الأمة وحافظ على أعراض الأمة ووقف موقف الأب بالنسبة للأبناء بالنسبة لكل هذه الأمة المسلمة وكان مواقفه في غاية الحلم وفي غاية الرحمة رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف الأصر اللي بعده أصر سيدنا عثمان بن عفان وزي ما قلت لكم أنا قلت إن الرجولة مواقف يا جماعة الرجولة مش إن أنا أخش أضرب وقتل وعمل وبس لأ الرجولة مواقف زي ما قلت لك الرجولة تدين الرجولة أخلاق الرجولة مواقف الرجولة إنفاق الرجولة حفظ للرعية الرجولة حفظ للآدمية سيدنا عثمان بن عفان أول ما وصل المدينة كان المسلمون بيشتكوا من إنه ما فيش مية عزبة يشربوا منها فاشترى عثمان بن عفان من اليهود بئر روما وجعلها للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى بل وجعلها بعد ذلك لكل الناس كل اللي عايز يشرب من بئر روما يشرب وكل ذلك في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ولما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزوا جيش العسرة قام عثمان بن عفان وجهز جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه عثمان بن عفان اللي في يوم الأيام حصلت مجاعة في عهد أبي بكر الصديق حصلت مجاعة خطيرة جدا مش لقين حاجة يكلوها وإذا بقافلتين لعصمان بن عفن تأتي قافلة من الشام وقافلة من اليمن فلما وصل جاء التجار قاله خلاص بقى فرصة العمر في مجاعة والناس محتاجة أكل فالتجار هيبتدوا يشتغلوا يغضوا البضايا عادية ويبتدوا يوزعوا الأكل والغزاء دوت على الناس ويبيعوا ويتجروا فجاء التجار قالوا يا عثمان أتبيع قال أجل بكم تشترون قالوا بضعف الثمن قال لا قالوا بضعفي الثمن قال لا قالوا بخمسة أضعف الثمن قال لقد وجدت من يعطيني سبعمائة ضعف وقد اشترى وقد بعت لهم قالوا لمن قال لله الذي يضاعف للصدق إلى سبعمائة ضعف فتعجبوا فإذا بعثمان بن عفن يقول اللهم إني قد جعلتها لله وقد وهبتها لفقراء المدينة الله أكبر من يعمل موقف زادا وده بيفكرنا بموقف تاني أيضا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه اللي لما جات له يعني تسعمائة ناقة بأكتابها وأحلاسها فمرت من أمام غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة غرفة من الخوصم الجريد فاهتزت الغرفة فتعجبت أمنا عائشة وقالت ما هذه الأصوات قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف قالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بمالي فلما وصلت المقولة لعبد الرحمن بن عوف مع أن النبي قال له أنت من أهل الجنة صراحة عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة ورغم ذلك جاء وقال أنت يا أمه التي كلت كذا قالت أجل قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله جاء التجار ولم يعلموا بفعل عبد الرحمن بن عوف فقالوا يا عبد الرحمن جاءتك تجارتك قال أجل قالوا تبيع قالوا أجل قالوا بكم فقالك بكم تشترون اللي أنت عايزين قالوا بضعف الثمن قال لهم لا بضعفي الثمن قال لهم برضو لا بخمسة أضعف الثمن ولا نعلم التجير في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك قال لقد وجدت وبيعت قالوا لمن قال لله الذي يضعف صدق إلى سبعمائة ضعف فواحد قال له كلمة عجيبة أوي قال يا عبد الرحمن أما تصدقت بمائتي ناقة وطرقت سبعمائة لأولادك قال ماذا أصنع يا أخي إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي عشر أضعفها في آخر اليوم أخوي وحبيبي خلي عندك يقيم في الله مواقف رجولية من أعظم المواقف كان من ضمن الأصور الموجودة أيضا في كوكب الرجولة قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حد ممكن يتخيل إن واحد يجي يقول لك نم مكاني وإنت عارف إن الله ينم مكانه لابد أنه هيتقتل وينم مكانه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال عليه بن أبي طالب يا عليه نم مكاني ولن يخلص إليك مكروف طب ورب الكعب وأنا أقسم بالله غير حانثي إن شاء الله لو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بن أبي طالب يا عليه نم مكاني وهتتقتل لنام عليهم مكان النبي فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ده كانوا بيخطوا النبي بهذا اللفظ بأبي أنت أم يا رسول الله فداك أبي وأم يا رسول الله يعني نفديك بآبئنا وأمهاتنا لأم أغلى عندنا من أنفسنا وأغلى من أي حد سبحان الله هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ونام عليهم بالفعل مكان النبي صلى الله عليه وسلم فلما تملكه الرعب في تلك الليلة أقر الله عينيه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنه وعن فاطمة تعال نشوف القصر اللي بعد كده قصر طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله ليه قصر في كوكب الرجولة طبعا حد فيك يقدر ينسى الموقف بتاع طلحة ابن عبيد الله في غزة أحد فاكر حضرتك لما النبي أمر الرما إن هم كلهم محدش فيهم يبرح الجبل أبدا وحتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير وإذا بهم لما رأوا النبي انتصل في بداية الأمر قالوا بس خلاص الغاز وانتهت فتأولوا الأمر نزل أربعين واحد وبقي عشر على رأسهم عبد الله بن الجبير خالد بن الوليد كان ساعتها ما زال مشرقا شاف المنظر فراح استضار من وراء الجبل وانقض هو وأصحابه على سبعين من أصحاب النبي وقتروهم جميعا قطروا سبعين من أصحاب النبي وأرادوا بعد ذلك أن يقتلوا النبي وأن يمثلوا بجسدي كبالك النبي في اللحظة دي كان ويع في شراك في شبكة كده عمله له ونزل فيها وانكسرت رابعيته وشج جبينه صلى الله عليه وسلم ونزفت الدماء الشريفة على وجهه فكان دايخ صلى الله عليه وسلم فنادى على المسلمين أنا رسول الله فلما جاء إليه جاءوا كم واحدة جماعة جاءوا سبعا من الأنصار واثنان من المهاجرين والحديث رواهم مسلمون فقال النبي لما تقدم المشيكون عزين يقتلوا النبي فقال من للقوم خب بالك من لفظ من للقوم وهو رفيقي في الجنة فتقدم الأنصار السبعة الواحدة تلو الواحد فقتلوا جميعا وكان آخر هؤلاء عمارة ابن يزيد ابن السكن الذي لما قتل تأمل معا المشهد ده لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه إلى أن وضع خده على قدم الحبيب المصطفى ومات وهو ينظر إلى النبي كأنه بيقول له أنا فداك يا رسول الله لحد آخر لحظة في عمره الله أكبر ثم نثل النبي كنانته لسعد بن أبي وقص وقال ارم سعد في ذاك أبي وأمي فلما نفتت السهام من سعد نظر النبي إلى طلح بن عبيد الله وقال من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله فدخل طلح بن عبيد الله تخيل حضرتك تخيل أخوي وحبيبي طلح بن عبيد الله بيقاتل جيش كامل جيش كامل بيقاتل طلح الواحد فلما دخل ضربوه بالسيف فطارت صابع الأربعة فقال حس يعني حس بشدة الألم قال حس فقال النبي لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية لو قلت باسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا كان طلح كان يحمل النبي ويرجع به بظهره ولما المشكون يقربوا يحط النبي على الأرض يخش يقاتل فيفرقهم ويرجع تاني شيء للنبي حدا موصل لصخرة كان انضرب طلحة بن عبيد لا تسعة وتلاتين ضربة بالسيف ما سلم منها أي شيء من جسده فلم يستطع أن يحمل النبي فأفاق النبي وصعد على الصخرة وقال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أرضها قصر مين تاني موجود في كوكب الرجولة؟ قصر أبي طلحة الأنصاري اللي النبي قال عنه كما ثبت عند الحاكم بإسناد الحسن قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل الله أكبر ده صوته بس فما ظنك بسيفي فما ظنك بقوتي أبو طلحة الأنصاري في يوم أحد تترس حول النبي ضم جسمه كده حوالين النبي ويقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا تشرف ما تبصش لا يصيبك سهم يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله أنا تقتل وأطحتت بس أنت تفضل سليم وعافى يا رسول الله عشان كده كان ليه قصر في كوكب الرجولة بفضل الله مين تاني يا جماعة وإن كنا ذكرنا كساته قبل كده لكن لازم نذكرها تاني أنس بن النظر أنس بن النظر كما ثبت في الصحيحين أنه لما غاب عن غزوة بدر لسبب المرض الشديد نازل فيه قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع دواعد يا رب بكل رجول إن شاء الله وكل صدق مع الله جاءت غزوة أحد دخل أنس بن النظر فقاتل فقطل فما عرفه أحد ما عرفته إلا أخته بعلامات في أصابعه لأنهم وجدوه به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنات بروح ورميات بسهم فنزل جبريل عليه السلام بكرآن يطلق إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله في الواية التانية أنه وقبل سعد بن معاذ وقال يا سعد واهل لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد ودخل فقاة لفقوت الفنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم ما ينتظر في من تاني كان لي أصرف الكوكب الجميل دوت الزبير بن العوام لو تفتكر حضرتك يوم عمر بن العاص أرسله عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر استعصت عليه بلاد مصر واستعصت عليه حسن بابليون فلم يستطع أن يفتح هذا الحسن وإذا به يرسل إلى عمر بن الخطاب يقول يا أمير المؤمنين أرسل لي أربعة آلاف رجل أستعين بهم على فتح بلاد مصر فأرسل إليه عمر بن الخطاب أربعة آلاف رجل ومعهم رسالة قال يا عمر لقد أرسلت إليك أربعة آلاف رجل على رأس كل رجل على رأس كل ألف رجل بألف رجل يعني أدى ألف وألف أربعة آلاف على رأس كل ألف فيه واحد الواحد ده بالألف الوراء فكان على رأس هؤلاء الزبير بن العوام أول ما وصل إلى هذا الحسن قال احملوني فوق الحسن فحملوه فقفز داخل الحسن وقاتل جيشا بأكمل وفتح الباب للمسلمين فدخلوا وفتحوا مصر بفضل الله ليعمى الإسلام تلك الديار الجميلة المباركة أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ومن ضمن الذين لهم قصر عظيم أيضا في كوكب الرجولة سعد بن معاذ مين في الدنيا يا جماعة ينسى سعد بن معاذ سعد بن معاذ اللي لما أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى رحل قابلته أسلم على يد مصعب بن عمير حضرتك على فين القصة رحل قابلته بيني عبدالأشل في الليلة ما استناش أسبوع ولا شعر بقولك الرجولة مواقف مواقف اخدم دينك يا مسلم واخدم بلدك واخدم أسرتك واخدم كونك